اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة غسيل مخ واستسلام للغسيل المخ كسل 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 والغاية ما وصلت لمرحلة ان هي بقت ادمان او دخلت في المصطلحات العلمية أنزلش دوقتي الشارع المصري عايزين نشوف الشباب بيستخدموا فيسبوك فيه غير البوك واللايك والتوك والإنباكس والتحرشات اللي بتحصل على فيسبوك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والفيسبوك؟ اه والكراش والحاجات دي بتعاودي ترابيه على فيسبوك؟ استني كده؟ اه بتعاودي بقى ترابيه على بوستاتو واللايكاتو لا هو المسينجر كده سين امتا كده يعني بقولك ايه بقولك ايه؟ عمعك كم حساب على فيسبوك؟ كم حساب؟ اه واحد برد بزمتك واحد برد اطول عليها ديتا لا اطول اليوم عندي فيسبوك؟ عندي فيسبوك طب عياد الميلاد والرمضان والعيد وكده اكتر حاجة بتعملها ايه؟ دي نبعد اهداد طبعا لبعادينا اللي هي الصورة كده اللي مكتوب عيدنا برافتك طب التليفون وطبع كده وعد عليه معي مع تليفون هاضطره بتسد بمية امتين شخص لكن بس المية امتين شخص دول الناس تعرفهم حقيقين في حياتك يعني بمرة واحدة بتروح لك كل بقى بننجز ناي هوا بننجز بيراية معايدات كرد متسجل ويلا شوت بوست المية واحد هي دي معايداتنا بدل الطبق تدوار بدل ما ترفع سمعت التليفون وتاخد وتدي وعمل ايه وازايك والكلام ده كله عشان من باب اللي هو عيد يعني بيحصل مرتين في السنة ولا ايان كانت امتا بقيت بقيت دي اجتماعياتنا بقى ده السلة الرحم بيننا وبين بعض انتم مش واخدين بالكم ان الموضوع ده بيسبب جفاف جحت اوه لا مش هعرف لازم يكون في نيت سبعاً أكيداً شكر عندي كم سؤال دين وعشرين متعودية ديها سوشيال ميديا بك دين وعشرين سادة بقى أهاشوني سادة لعبش كتير قوياني بس هربوع ده كتير لا لا تبقى كتير أوكي أهو طبشوفي طبشوفي ده سنرشات ده ده سوشيال ميديا ده أهو ما نديفضحان عليه هو سكاً مئيلك لو في فضايح والكلام تقولوا ده الفرج عليها دي فضايح لا 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 حرام بنت تحس ان هي حرام لا اوه اشحة حرام ما هي حرام ما هي حرام بس بتاع في شفة بيتشفيها لا يعني بتعرفش اخر فضيئة حصلت ايه لا اللي حصلت شمع اخر حاجة لو ما فيش نت هتعملوا هلقم المنت لأ عندنا همية الحاجات بقى يعني احنا لازم نتعامل لك النفط عشان تحطي الاولويات? لا لا. حطا. يعني نخلي النفط زيادة بسه? بنامج بقى. كل ده كلام. بنامج بقى. اه بتعميل بقى بتصراف. لو لو ما بيش بقى ما بيش اي حاجة لحاجة ده وفجأة قطع يوم بعد. ايه عندهم في البيت. لو لا كله قطع. كله مطوع. خلاص بقى من ايه? مش هتزعاري. انا طيبة مش انتوا قولين. يعني ايه. اشعادة من الكاميرا. اه. اه. حر السويت. انا متفاجعة كل فيديوهات كفائية. او انفتاح فيسبوك بسانك. اطرق انا بتصارك. لا والله بجدت تودع تهي? من 12 تتاتاشر ساعة مسلا. 13 على الفيسبوك دي لو لها طالبا مش هات عملوها أسفة يعني بس لو الشغل ما بتعودوا 13 ساحة في شغلنا غير لما تعرف وتاقطه وتحففه ويلا ومش قادر ومستعجل وزيع أنا بحنا هذا أends عقدة شيئا جف offers dan 我ő تعمل ايه؟ بقى مكتئب جداً مكتئب جداً تبقى مكتئب جداً تبقى تبرجت في رشطة اه وتتزرب ممكن تزرب في أربعة الفجر تجيب بالنك اه ممكن زي ما تبكرش بلازم اه ولما يدارش يكمل اليوم مهيدارش يكمل اليوم غير دفع مرساً بقى يا صحاب لما كل الهلقات بتبقى من خلال الشاشة وطبعاً من خلال الشاشة دي أكيد بنتزين ومنكذب ومنكذب ومنقفور وبنرأي بعض وحاجات ما لهاش أي لازمة بقت الصفة للمصريين معروفين بيها اللي هي المشاعر والاجتماعية والدفء بتتشال مننا كده عشان قاعدين على الفيسبوك بتاع تحت صابعنا سهل كل سنة وانت طيب كلك الله يرحمه اللي مات كلك أنا معاك وطبع للتلاتاشر ساعة اللي انتو مهتمين قوي 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 ان انتو تقعدوا وتكتكوا فيهم بتبع ايه فضايح يا قلة أدب يا مواقع ما لهاش قدرتين لازمة يا بخش في اللايك وبشوف كم لايك وبشوف مين اللي عمل اللايك دي يا قرى كومنتات الناس انتو يعني مش ملحظين ان انتو بتضيع عمروكم ومستقبلكو وإنسانيتكو وقدميتكو وفلوسكو وكل حاجة على بتاع قد كده ما لهاش قدرتين لازمة الدرجات دي متحكمة فيكم لما لما نزلت الشارع عشان افهم المصريين بيتعاملوا مع الفيسبوك ازاي واقعدت عارة شوية عن ابحاث لقيت انو في مرض فعلا بالفعل مرض والشرع أكد لي وجود المرض ده تعالوا الاول ننزل نشوف الشارع وصف المرض ده الزيح العالم الحقيقي بتاعه هو مش موجود فبيهرب العالم الافتراضي عشان بيلاقي نفسه فيه اخبار الدنيا فيها ايه سريع كده وبخر كل مفتح اما واحد غار صورته اما تسعة الاف خبر زي الزيح يعيشوا أكتل لايف بدل ما هما عايشين في فيرتل لايف كده اوستاذ محمد ايه نسأل اوستاذ لغة عربية ندرس لغة عربية المرحلة السنوية انت ملاحظ تغيير السروقيات مع الشباب بالصغير من قبل ما الفيسبوك يدخل او من قبل ما السوشيال ميديا تدخل من 2005 ما كانش فيه سوشيال ميديا طب ايه اللي حصل بك العالم الافتراضي اللي هو التواصل الاجتماعي بقى عالم موازي تاني للعالم اللي احنا عايشين فيه للحياة الحقيقية اللي احنا عايشين فيه فاصبح اهتمام الطالب او اهتمام الشاب نفسه في الفترة ديت على السوشيال ميديا اهم من اهتمام الدراسة نفسه ايه اللي خلاهم انتباههم يتشد بالاسطوب ده طالب ممكن يكون مش لايه اهتمام من الاسرة او من المدرسة فبيبدأ اليه ناس بتهتم بيه على السوشيال ميديا بيكلم ناس بيصاحب ناسه بيكون علاقاته صداقات جديدة فده بالنسبة له عالم جديد وحاجة كويسة هو مش لايهها في الواقع يعني بيعود حاجات ناصة عنده في حياته في العالم الحقيقي بتاعه هو مش موجود فبيهرب العالم اللي ابترادي عشان بيلايه نفسه فيه ملاحظتش تغيير شلوك في حد من الطلبة بتوعك يعني كان عندي بنتي كانت كويسة جدا وكانت ملتزمة جدا التزام جامت يعني لزام قويا وكانت في تأديات واجباتها وارتزاماتها والامتحنات وكل دوت بدأ الموضوع معاها اننا لقيتها بقيت تهتم بنفسها اكتر من كونها تهتم بانها طالبة عايزة تهتم بنفسها عايزة تحط صورها وتخد اجتمامه وتخد اجتمامه لعيكات اشياء السكة بالنفس وتبدأ كمان تقول لأصدقائها انتوا ليه ما بتعلقوش عندي على صفحتي على الفيس وليه ما حدش بيعمل اللايك وبتاع ولما الموضوع بدأ يأثر فيها تحولت حوالي 100 دمين درجة من الاجتهاد والتفوق لانها بقت مهتمة بالفيسبوك اكتر من اهتمام بالواجبات المنزلية اللي عليها او الواجبات المدرسية اللي عليها معنا كده ان هم الشباب دي محتاج انتباه محتاج احد دي محتاج اتجزة محتاج احد دي يديها سابورت يحتويها يتكلم معاها يتكلم بتفاصيلها الصغيرة يعني مين لي انت شايف ان الناس بتستخدمها والشباب بتستخدم سوشان ميديا عشان خاطر يحسنوا من نفسيته طبيعي وللأسف الشديد ممكن يتجروا يمين وشمال ويشد انتباههم بحاجات حاجات سيئة اخبار الدنيا فيها ايه سريع كده وبخر طب واخبار اخبار بيفيدك في شغلك بيفيدك في شغلك يعني انا جرافيك ديزاينرز في جروبات للحاجات الجرافيك والديزاينرز والتري دي والحاجات يعني معظم الوقت تحوي تستغليها عشان يفيدك في شغلك اختارت ان هي تستخدم السوشيال ميديا عشان خاطر شغلها ده جميل جدا برا بيعملوا كده لو قاعدوا شوية على السوشيال ميديا اللي هو حوالي شوية كتير قوي قوي بالنسبة لهم اه عشرين ديئة لو كترت عنا عشرين ديئة ده يخافوا يقولوا انا كده مدمن انا كده بسلم مخي للغباء طب والناس اللي حواليك يعني صحباتك او ايان كان اللي بيحطوا حاجات سلبية طول الوقت وفضايحوا ويما الحميلة لا لا اعطيب بعمل لون بلوك بلوك على طول وش ما بتنستنيش مش عايزة نكت او اللي هو بيدعي الفرحة طول الوقت ولا عايزة وانا غناءة بربط لا 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 وانتي بتستشفي بمصدقيته من فيسبوك او بالضبط يبين بتباية او باقي كل واحد عايش شخصية برا غير الشخصية اللي عن فيسبوك الناس في الشارع ما بتقولش الحقيقة الكاميرا لما تكون شغالة الناس بتتجمل وما بتقولش الحقيقة البنات قالوا لكم كده يعني مشانا اللي من عندي ممكن استألكوا سؤالة على السريع تبقى عملكة مرد الاطماني في فيسبوك نتخلص منه ازاي مرد الاطماني في فيسبوك نتخلص منه ازاي ما عارش الله عاديش فيسبوك معندكش فيسبوك اه ليه اعفله كده بقلي فاطرة ايه ايه حلوه انا عايزة كده اعفله ليه مرش لازمة يعني اخبار انه جاتف خلاص دع الكتر السلبيعت خليتك انا مش عايزة هتلاحظ ان ان انت يعني ما بيتش كده عندك احباط اصلا في يومك انت لو عايزت تساعدها او تساعد بنات ناس كتير ان هم يتخلصوا من اللي بتاعة تنصحهم باي يعني انصحهم ما هدو شويتهم على الفيسبوك يعملوا اي حاجة في حياتهم زي ايه؟ ايه خطوات انه ممكن ياخدوها؟ يعني خطوة كده يخرجوا يخرجوا مثلا يشوفوا نياس يعملوا حاجة جديدة ها الفيسبوك بيخلينا انتوا عايين نا وبيسرق وقت كتير جدا وبيخليوا واحد محبط كده ها بيخليوا عايز الفيسبوك ها بيعملوا فيكو بيكساركو كده 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 عشان انتوا بيتوا لوحدكم انت خلص من مرض ادمان الفيسبوك ازاي؟ لو الواحد قاد على الفيسبوك فأكيد بيعمل حاجة مهمة يعني بيعمل حاجة مهمة انه هما لو مش بيعمل حاجة هما يبقى ده واحد فادي الناس اللي عايزين ننصحهم بقى انهما يطلعوا من جو الادمان ده والاكتئاب والحاجات دي ايه الخطوات اللي ممكن لساعدهم بيه؟ لا يعملوا لوج اوت ويركزوا في حياتهم بقى يعني يبصوا في الدنيا الحقيقية حواليهم سيارات وفروقات اكتر يعيشوا اكتر لايف بدل ما هما عايزين في فيرتوال لايف كده لو اتلمينا ورجانا رجانا زي ايام زمان نقعد مع بعض نتكلم مع بعض نصدق نتأكد من المصادر اللي بنشوفها او المعلومات اللي بنشوفها مرمية على فيسبوك والكلام ده نحط وقت قليل ما يبقاش الفيسبوك بيتحكم بينا ان احنا لازم نعمل كده طول الوقت ونقعد عليه ساعات طويلة ما يسبب لناش ديس أوردر في حياتنا يخلينا لا عارفين نشتغل ولا عارفين ننام وجوانا جنب امراتي وقلب تظهري وعملها لألعب في الموبايل وانا في الكلاس تحت الترابيزة بيشوف المسج جاتلي عاملة ازاي مش قادر بحرش محتاجه هيخلينا نرجع تاني كده بصوا دول ما بيتكسروش عشان رجعوا جنب بعض توحدوا تاني لكن احنا حتى في الفيسبوك انا لو مختلف مع حد بطلع ايه جيش من الناس يشتم بقت مهاراتي في الشتيمة تم تقول نقد بناء عشان استفيد منك عشان نرجع نبقى قفين مع بعض كده نبقى نرجع الشعب كولاكتوفيستك الشعب المصري الطبيعي ان هو دايما ايه جنب بعضه كده لكن انتو اتشتبتوا بقيت كل واحد لوحده وشفتوا ايه اللي بيحصل معنا احصائيات تعالوا نطلع تشوفها المصريون والسوشيال ميديا 2016-2017 48 مليون و30 ألف مستخدم للانترنت 52% من اجمال السكان 4 ساعات يوميا متوسط الاستخدام اليومي لفيسبوك 1.700.000 مستخدم لتويتر 1.8% من السكان 800.000 مستخدم لانستجرام 23 مليون مصري يستخدمون الانترنت من الهواتف المحمولة 18 هو ترتيب مصر عالميا في استخدام اشهر المواقع الاباحية في العالم نعم ما تكون احنا وصلنا لمرحلة دي مخدرات يعني ممكن تخدر حد وتستعبده اعمل واعمل 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 ممكن زي وزي الامار تخلي حد مدمن امار او حد عنده ادمان امار يروح يسرق عشان خطر يلعب انا دلوقتي مدمن افلام كذا ولا مدمن ان انا نعود على البطاعة على الباقة الوقت كان قاعد عرقان ايه هعمل ايه لو مفيش نت هعمل انا كمية مفيش نت عشان شغلي استحمل لتاني يوم عادي جدا مصممين ان احنا لازم مهما حصل مهما عادنا في الشوارع من ساعات نلاقي اي شكل ايجابي في الشارع لاستخدام السوشيال ميديا وبفعل لقنا باعوا نشوفهم الي ايجابي حاول تعلم الناس على اليوتيوب قال لي فيديو جي اسمها توتوريال وفعلا بداي الموضوع ايكبر وانزل فيديوهات كتير اردت بمبادئ في اليوتيوب ان انا يكون الهدف العام ان انا اساعد الناس ابرد التى Officer ربط و ايجابي ايه الدازم اوتي كان عندنا مشهور زمان في الارياء في حاجة اسمها سايبر وكادة تبعا لما جت فتحت الكمبيوتر لاجت افلم للجاكي شيان وبروسلي بيقدموا فني جميل جدا اسماي فني القنافو طبعاً أول ما شفت حركات جاكشان وبروسلي انبهرت بيهم جداً فالمشكلة طبعاً أن أنا ما كنتش لاقي مدربين عندنا في القرية فأنا من قرية طبعاً الجيزة اسمعها المنويات قرية المنويات تمام؟ فكنت بشوف الحركات في الأفلام وافضل أقلدها كتير طبعاً ده كله كان غلط لأنني كنت بالعب من غير مدرب أو من غير حد يوجاني فكنت بتعلم وبتعاول وكذا فمعلت اقرار قابلت ناس كتير خدت خبرة من هنا ومن هنا ومن هنا والحمد لله عملت مستوى كويس بعدين لما دخلت الكلية تمام؟ في صاحب لها في كلية هندسة قال لي يا جابر حاول تعلم الناس على اليوتيوب قال لي فيديوتي اسمها توتوريال طبعاً أنا ما كنتش إسا عندي خبرة وما كانش عندي كاميرا والكلام ده فمن حسن الحظ كان لها صديق معاك كاميرا كده قلت أصور الفيديو الأول وأصور الفيديو الثاني وفعلاً صورت فيديوهين والله حطتهم كده يعني بالبركة عادي بعدين لقيت عن المشاهدات فييوز علي جداً لقيت الناس تكلمني يا كابتن أنت بتشرح كويس بتشرح جميل كمل وكمل وكمل وفعلاً بدأ الموضوع يكبر وهنزل فيديوهات كتير وجالي ناس تقولي إحنا بطلنا المخدرات بطلنا المخدرات طبعاً كنتش متوقع كده خالص والله العظيم ناس جات لي يعني أكتر من واحد بطلنا المخدرات يا كابتن بسبب الفيديوهات بسبب طريقة كتر شرح طبعاً أنا عمقت شباه في التنمية البشرية وفي علم النفس علشان أقدر أقدم بالقيت بتاعي كويس يعني بشكل كويس الحمد لله لسه عندنا ناس كده بيستخدموا السوشيال ميديا يسوقوا بيها منتج يشاركوا بعض بأفكار من جامعة بأفكار من هواية بيعرفوا يسوقوا نفسهم بحيث أنهم ممكن يلاقوا فرصة تشغل بعدين بدأت إن أنا أردت بمبادئ في اليوتيوب إن أنا يكون الهدف العام إن أنا أساعد الناس وأعلمهم الحاجات اللي تفيدهم إن أنا ما أخرجش على المحتوى بتاعي خالص لإن فيه يوتيوبرز كتير بيقدموا محتوى بغرض الشهرة والمشاهدات والفلوس تمام؟ فضلت مستمر زي ما أنا دلوقتي أنا حالياً بعلم الناس المارشل أرطس في نقطة المختلطة إزاي دفعوا عن نفسهم لو تعرضوا للموقف القدر الله خطير تمام؟ بعلم الناس الفتنس الرشاقة بعلمهم من الرياضة حكمة وفلسفة بعلمهم من الرياضة يقربهم من الحاجات الحلوة زي الدين بالزبط إن أنا بيبدأ من المشاكل إن أنا أحقق أهدافي أحقق طموحاتي وفعلاً الحمد لله هنا في مدرستنا ساعدنا ناس كتير جداً أنا أنا في مجال التدريب بقالة ساسم موصوح الجنس والحاجات دي جات لك إزاي؟ دخلت قرع أقرأ عن موصوح الجنس كان السابر الرئيسي هو جاكي شان بعدين لقيت موصوح الجنس دي فيها كل الأساطير في العالم فطبعاً كان عندي الإلهام قويناً رأي أخش موصوح الجنس وبرده الهدف الأساسي عيني قلت أنا عندي متابعين كتير جداً طب لو دخلت موصوح الجنس أكيد الناس دي هتتأثر بها وفعلاً لما حطمت أول رقم قياسي بعدين الحمد لله جالي فرص سفر من الصين ومن اللي بيان من كذا دولة الشهاب كلها برقة تتأثر بالأنا عملته ده جميل جداً اللي موجودين دول كلهم نفس النظام اتأثروا من اللي أنا بعمله في منه أكترهم أكترهم كانوا لا يفقوا شيء عن الرياضة بمجرب ما شاف الفيديو يا كابتن هنعوزيني بمرة معاك من ضمن المواقف اللي خليه اللي خليه حسيت إن أنا أسعد إنسان في العالم لما أكتر من شاب جالي قال لي يا كابتن على فكرة أنا كنت باشرب مخدرات وحشيش وبانجو وي 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 والله بطلت بسبب الفيديوهات والله بطلت إن أنا عايز أكد غير أنت بتتكلم على الفيديوهات دلوقتي عبر السوشيال ميديا إن هي ممكن تكون أقوة من الرياضة نفسها كسحر يعني ليها ممكن توصل لك الحاجة بعينك سبحان الله الواحد بيشوف بعينه بيتشجع بيتحمس أنا نفسي واقفة دلوقتي مفهود أكون بتمرن دلوقتي واقفة عايز أتشقلب عايز أخش معاك واتشقلب يا رب نفهم خطورة السوشيال ميديا ما ننساش المرض ما ننساش التشتت اللي احنا بنوصل له ما ننساش الحروب اللي بتحصل في دماغنا ونشوف الشباب المصرية دي القدوة دي ونعمل إلى حد ما زي يوم ونستخدم الشوشيال ميديا بطريقة مفيدة لنا هنفضل نبرم وندور على المشاكل وندور على الحلول إن شاء الله من قلب الشارع المصري سلام تنزيك؟ اه تنزيك؟ 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 عنفل طتاعلان اشتركوا في القناة